بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد أحباب مع الدرس الرابع عشر من مادة الدراسات الإسلامية قسم الحديث الصف السادس الابتداء الفصل الدراسي الثالث وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته عليه الصلاة والسلام لما دنت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد حياة امتلأت بالدعوة والعبادة وتعليم الناس وتبليغ دين الله تعددت المواقف التي يوصي فيها الناس بالأمور المهمة فمن ذلك وصيته صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالقرآن وبأهل بيته صلى الله عليه وسلم كما في الحديث التالي عن زيد ابن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبة بماء يدعى خما يعني مكان في ماء اسمه خم بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد على أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب يعني يأتيه ملك الموت يستأذنه أن يقبض روحه فيجيبه وأنا تارك فيكم سقلين يعني شيئين مهمين أولهما كتاب الله القرآن الكريم فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به يعني نتمسك بالقرآن وأحكامه وتلاوته وحفظه فحس على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي هنا توكيد لفظي تكرار ثلاث مرات للتأكيد بالوصية بأهل بيت النبي خما غدير ماء معروب باسم خم بين مكة والمدينة رسول ربي ملك الموت فأجيبه بالموافقة على قبض روحي ثقلين أمرين عظيمين أذكركم أوصيكم تعريب براو الحديث نسبه وزيد بن أرقم الأنصاري رضي الله عنه فضائله قال الله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله صدقك يا زيد أو صدقك يعني صدقك زيد بن أرقم هذا لماذا قال الله الرسول هذه الرواية أو هذه الحديث ثم عبد الله بن أبي بن سلول يقول إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأزل فذهب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأنكر عبد الله بن أبي أبي بن سلول أنه قال ذلك وقال هذا ولد كاذب كان زيد هذا لسه يعني شاب صغير قال له لك الزاب فنزل الآيات تصدق زيد وجاء القرآن يصدق زيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد صدقك يا زيد يعني أثبت صدقك أثبت صدقك فيما قلت ومسك أذنه وقالت سلمت أذنك يا زيد فوائد الحديث شرف القرآن وهميته للاستقامة على الحق عظم منزلة أهل بيت النبي ووجوب محبتهم وأداء حقوقهم يجب علينا حفظ وصية نبينا صلى الله عليه وسلم بالاستمساك بالقرآن ورعاية آل بيته دون غلو أو جفاء يعني دون غلو يعني أزيد فيهم عن منزلتهم أو جفاء يعني أن لا أعطيهم حقهم الذي يجب أن يكون الاثنين عكس بعض الغلو وعكس الجفاء يجب الحذر من الجفاء في آل البيت في آل البيت رضي الله عنهم ومن احتقارهم وزمهم نحذر من ذلك يجب الحذر من الغلو في آل البيت آل البيت رضي الله عنهم ورفعهم فوق منزلتهم لأنهم بشر يجري عليه ما يجري على البشر فلا يرفعون إلى القدر الذي رفعهم لا يرفعون إلا إلى القدر الذي رفعهم الله إليه إذن لا جفاء ولا غلو لا جفاء واحتقار وزم ولا غلو أن نرفعهم فوق منزلتهم وندعوهم من دون الله هناك ناس كده تفعل كده في الحديث إشعار بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قربه يعني قرب موته الأنبياء يستأذنهم ملك الموت عند قبض أروحه أنسبوا الفضائل إلى أصحابها من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة سيدة نساء آل الجنة إهدى بنات النبي فاطمة رضي الله عنها نضع نقطتين تحت الياه من أبناء عم النبي وقال اللهم علمه الكتاب عبد الله ابن عباس رضي الله عنه خير الناس للمساكين واستشهد يوم موته جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه يسمى بالشهيد الطيار لما قطع يمينه ثم قطع يساره وهو يمسك الراية ثم شق نصفين أبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة فسمى بالشهيد الطيار وخير الناس للمساكين أعطي الراية يوم خيبر وفتح الله على يديه من أبناء عم النبي علي ابن أبي طالب الرسول قال صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فكل الناس تمنت أن تأخذ الراية لكنه سأل عن علي وكان بعينيه رمض فتفل النبي في عينيه وشفيت وأعطاه الراية وهذا دليل على أنه يحب الله ويحبه الله ورسوله فطلوها على نساء كفضل الثريد على سساء إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الثريد هذا مرق خبز مفتوء من أنوع من الخبز يعني يفت في مرق وهو لذيذ الطعم عائشة رضي الله عنها طبعا يا عائشة بنت أبي بكر بنت أبي بكر بنت أبي بكر رضي الله عنه نضع نقطتين تحت الياء أبي نقطتين معلش سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم الحسن والحسين نول أبناء فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأبناء علي ابن أبي طالب نضع نقطتين تحت كلمة أبي لها بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب أحد زوجات النبي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها عليش كلمة رضي مش مزبوطة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها اللي ناسي يحط الياء أبي أبي رضي رضي علي رضي رضي في النهاية خالص نقطة 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 بعد نهاية الجمل حتى يكون الكلام صحيح والجمل صحيحة إملائيا وكتابيا نتعلم لنعمل أعتدل في التعامل مع آل البيت بيئنا الجفاء والغلو اختار الإجابة الصحية المراد برسول ربي في الحديث ملك الموت وإني تارك فيكم ثقلين القرآن وأهل بيته صلى الله عليه وسلم القرآن وأهل بيته صلى الله عليه وسلم شيئين عظيمين السؤال اذكر وصية النبي أبين الواجب تجاه أهل البيت وصية النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الحديث خذوا بكتاب الله واستمسكوا به أذكركم الله في أهل بيته كل المواد للابتداء موجودة في قوائم صف السادس قائمة لغتي دراسات إسلامية معارض حياتية إسلامية ترجمة نانسي قنقر شكرا